عرفت الأسبوع الأولى من شهر جوي الجريء انتشاراً واسعاً للمتحور الدلتاء الذي من المتوقع أن يشهد حسب المختصيناء تسارعاً في نشاطه ليبلغ حوالي 90% خلال الأيام القادمة ما يتطلب الحيطة والحذر كلنا نعلم أن الحالة الوبائية لتشهد البلاد هذه الأيام الأخيرة هي حالة صعبة كثير ضغط كبير على عمل الصحة في المستشفيات هذا رجع لوجود الفيروس المتحور الدلتاء لنعلم أن له بعض الأخصاء يتعوه ومن بينها سرعة التنقل كبيرة جداً وحتى الحالات التي رأيت جينها في المستشفيات الآن هي حالة خطيرة فئة جيدة من المواطنين وهي فئة الشبان تقاس بهذا الفيروس المتحور فئة الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الدلتاء وللوقاية من هذا الوباء وجبت تقيد الصارم بالإجراءات الويقائية والقيام بالتحليل كل مرة للتأكد من عدم الإصابة وقتك المصالح كلها مملؤة إذن نحن نطلب من المواطنين أخيرك تشوف مشكلة الأكسجان ولو هذا النقطة على الأكسجان يجب أن المواطنين يعرف أنه متوفر لا يوجد شيء متوفر كما كنا من قبل ولكن الناس الذين يرى اليوم تصاب بالكوفيد-19 كل مرضى لدخول المستشفيات يحتاجون الأكسجان ولكن هذا لا يمكننا أن نشاهده في الموجة الثانية ولا الأولى هذا طبعا نسبة الوثيزات ارتفعت بقوة العمل التلقيح هي الحل الوحيد الذي سنرى فيه اليوم الذي سيمنع إن شاء الله لكي نذهب إلى حالة أخطر من ما هي الي إلى الآن بعد تشبع المستشفيات بالمصابين وارتفاع عدد الموتى يوميا لا علاج لهذا الوباء سوى احترام إجراءات الحجر الصحي المفرضة والتقيد بالإجراءات الوقائية وكذا اللجوء للتلقيح الذي أصبح من الضروريات